فما هي الفائدة إذن من الاستمرار على معصية الله يسمع المؤذن يؤذن والمآذن تناديه من كل جهة وهو يمشي في الأسواق وكأن الأمر لا يعنيه أو باق في بيته أو في موضعه الذي يجلس فيه وكأن الأمر لا يعنيه يا سبحان الله لولا أن الله عز وجل رحيم بهذه الأمة وإلا فهو تعريق لهم لعقوبة الله جل وعلا ذكر الله عز وجل أمة من بني إسرائيل وقد حرم الله على بني إسرائيل الاكتساب في يوم السبت فابتلاهم الله وهم على ساحل البحر أن الأسماك لا تأتي إلا في يوم السبت وفي بقية الأيام لا يرونها فيرونها يوم السبت طافية على سطح الماء فتحيلوا فوضعوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوا الشباك في يوم الأحد فيها الأسمات وذهبوا في يوم السبت للعبادة ولكن الاستيراد ووقوع السبت في الشبت إنما كان في يوم السبت فنصحهم علماؤهم وترك النصيحة بعض الصالحين وقالوا لا تنصحهم دعوهم سيعاقبهم الله فمسخهم الله قرده والعياذ بالله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم هيتانهم يوم سبتهم شراء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يحسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هبولتهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون الصالحون قالوا نحن نعظهم نعذر عند الله ولعل الله أن يعدي من شاء منهم قالوا معذرة إلى ربكم إلى ربهم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوق وأخذنا الذين ضربوا بعذاب بئيس بما كانوا يحسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا إرادة خاسين لو أن إنسانا قال دكاني مبتوح ومن أخذ سنعة وضعا مقود مكانها وأنا سأذهب إلى الصلاة لقلنا تشبهت ببني إسرائيل الذين وضعوا الشبكة في يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد فكيف إذا أعرض عن المؤذن والإمام وعن بيوت الله وبقي في عمله لولا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ولو خرجت الآن وأنت في أثناء أثناء خطبة الجمعة إلى السوق ورأيته مكتظا بمن فيه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ألا يستحي أولئك من رب العالمين ألا يحسون إقابة ألا ترون أنهم قل حرموا هذا الخير العظيم حرموا هذه الصلوات إن العاصي لله عز وجل حرم نفسه من هذه الصالحات ومن هذه القربات التي يجد المؤمنين المؤمنون فيها تقوية لإيمانهم وحفظا لهم ويجدون أن قلوبهم تقوى في التوتل على الله عز وجل والاعتماد عليه نسأل الله التوفيق والهداية كما أن أولئك العصى حرموا ما ينزل من رحمة الله جل وعلا في ساعات الليل والنهار فيسمر على معصية الله ويشغل نفسه بمعصية الله ما بين مسلسلات وضغنيات وأفلام ومشغال بالواتساب والفيسبوك وغيره من تلك الوسائل التي يتواصلون به فإذا جاء الثلث الأخير حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول من يسألني فأغفر له من يستغفرني فأغفر له إذا بذلك الإنسان إما أنه لا يزال مستمرا في معصيته وإما أنه قد نرم وليس به حركة حرم من هذه الساعة العظيمة حرم مما فيها من الخير ونالم فيها من الخير من شاء الله عز وجل من عباده الصالحين ويقول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأذاء والإقامة دعوة لا ترد كم من الناس حرم من هذا الخير ويقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو صائم فلهذا انصرف كثير من الناس عن هذه الرحمة وزالت عنهم وابتعدوا عنها حرموا أنفسهم من الخير وربما وقد يكون هذا من أسباب المرسية ترى الإنسان ولو كان مصليا لا تراه يدعو بين الأذان والإقامة وإذا صل سجد سريعا ورفع سريعا لا يدعو في سجوده يا عبد الله حتى ولو قضى الله أنك تأخرت فلم تأكي إلا عند إقامة الصلاة ألا يصلح الدعاء وأنت ماشي من بيتك إلى المسلمة بلى وأنت آنذاك بين الأذان والإقامة فلا ينقضي هذا الوقت من أسباب من أوقات قبول الدعاء إلا هنا تقام الصلاة في المسجد الذي أنت ذاهب إليه فلو أنك آت إلى هذا المسجد وأقيمت الصلاة في مسجد آخر فلا تزال الفرصة معك في أنك بين الأذان والإقامة تدعو الله عز وجل فيستجيب لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر